بتتعامل مع الجو والحر اللي احنا فيه ده لازم تبقى مستحضر حاجة مهمة قوي ان الحر رسول من رسول الله سبحانه وتعالى طبع عشان تقدر تفهمه تفهم ان الحر رسول من رسول الله تعالوا نقرأ الحديث مرة تاني الحديث بيقول ايه بيقول اذا كان الحر فابرده عن الصلاة يعني هنشرح ان خلوا الصلاة تأخروا حتى يحصل ان الجو يتنسم شوية فان شدة الحر يعني الحر الشديد ده من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فأدين لها في كل عام بنفسين ان النار تتنفس نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف حديث روا سيدنا الامام مسلم والحديث ده بيخلينا نفهم من اين يأتي هذا الجو من اين يأتي الحر ده وان الحر ده زي ما قلت رسول من رسل الله رسول مذكر الله سبحانه وتعالى يذكرنا عشان ما نعتدش على الغفلة فيرسل لنا الله سبحانه وتعالى الايات عشان نتذكر زي ما الله سبحانه وتعالى قال واذكرهم بأيام الله ما بيجعلش فتحول الحر ما قلت لازم نفهم ليه الله سبحانه وتعالى اذا كانت النار اشتكت لله سبحانه وتعالى فيأذن لها انها تتنفس لا يبقى هما نفسين بس عشان المؤمنين والنفسين دولة لما يجوا على الارض ايه اللي حاصل نفس يبقى جاي ومغموس في معنى الرحمة فإن لها حاصل وده نفس الشتاء فلما يجي يحس الناس بان ربنا مش نسيهم فيحمده ويشكره ويرجو الله ونفس يجي في الصيف فدينا يتسداد حرا فالناس تخاف من ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه فإن لها حاصل فيجأروا الى الله سبحانه وتعالى ويذهبوا الى الله